اهلا بكم من جديد تزامنا مع اليوم العالمي للشباب الذي يصادف الثاني عشر من شهر اغسطس من كل عام نظم مجلس الشباب دائرة البلدية والتخطيط بعجمان جلسة حوارية بعنوان الاستثمار في عجمان والتي سلطت الضوء على العديد من المواضيع الحيوية في هذا المجال والتركيز على الجهود والانجازات الشبابية زميل عيسى الخوري حضر الجلسة وعد لنا بالتقرير التالي الشباب هم احد اهم الركائز التي تعتمد عليها الدول في بناء حضاراتها ويأتي يوم الشباب العالمي الذي يصادف الثاني عشر من شهر اغسطس من كل عام ليحتفل العالم بجهود وانجازات الشباب وعليه احتفل مجلس شباب دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بهذا اليوم بتنظيم جلسة حوارية جمعت بين نخبة من الشباب الذين نجحوا في مجالات مختلفة لتقديم خلاصة تجاربهم الواقعية للشباب المقبلين على الحياة مجال الاعمال هذا يخليك صاحب قرار لان تدخل في مواقف تحتاج انك تكون صاحب قرار ولا ما تقدر تنجح وجهة نظري صعبة تكون انك تنجح في هذا المجال اذا ما كنت صاحب قرار طبعا صاحب قرار انت تتعلم مع الايام اليوم ان الحمد لله خمس سنوات صار لي في هذا المجال تعلمت كيف اكون صاحب قرار في اللحظة اللي يحتاج انياخذ فيها القرار انا طبعا مجالي بديت في هالشي كان عملي 18 سنة بديت في الاسهم المحلية وطبعا تقدمت وصلت للاسهم الامريكية واستثمار كان عندي من الاستثمارات المضاربة وكان من الاستثمارات الغرض والادخار دعم الدولة طبعا الدولة يعني دولة المارات زرعت فينا هالشي زرعت فينا حب للاستثمار زرعت فينا حب للتقدم تخللت الجلسة مناقشة العديد من المحاور التي اجتملت على التخطيط الحضاري ودوره في تعزيز الاستثمار والفرص الاستثمارية في امارة عجمان واولويات الاستثمار في السوق العقاري بالاضافة للفرص الاستثمارية على المنصات المختلفة التي بدورها تقدم افاق جديدة للشباب حبينا ان نركز على عنصر الشباب وتزامنا مع اليوم العالمي للشباب عقدنا جلسة حوارية محورين محور الاستثمار في عجمان وكيف هي الخطة الحضارية الموجودة في الامارة تخدم هذا الجانب وخاصة من جانب الشباب نزيد الوعي والجلسة الثانية ان شاء الله بتكون في تحول الامن الغذائي وايضا هاي ركيزة اساسية موجودة رسمت دولة الامارات العربية المتحدة منذ تأسيسها استراتيجيتها بالتركيز على قضايا الشباب والنهوض بهم بما يصنع منهم اداة قوية لتحقيق خطط الترمية المستدامة وها هي اليوم تجني ثمار تجربتها العريقة في العمل مع الشباب ودعمهم واعدادهم لتحمل المسؤولية وتعزيز روح القيادة لديهم واشراكهم في عملية صنع القرار